شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها تحتل الإبل مكانة مميزة في التاريخ العربي ليس لأنها وسيلة مواصلات البدو في الصحراء ولا لأننا نحولها إلى مناسف وكباب بل كانت العملة المعتمدة في ذلك الوقت وبمصلحات اليوم كانت عماد الاقتصاد فلا غرابة أن يحتفى بالإبل إلى يومنا هذا إذا كان عددها في السعودية وحدها يقارب المليون ونصف المليون رأس من أجود الأنواع ولها أرقام مثل السيارات تماما بدأوا في مشروع ترقيمها ورقموا منها 200 ألف رأس تقام لها سباقات الهجم لها قوانينها وأنواعها وفئاتها فوصلت قيمة جوائز آخر سباق في السعودية إلى حوالي 14 مليون دولار هذا عدا عن مسابقات المزايين أي ملك الجمال الإبل ميس كاملز إذا لم تكن حاقنة للبوتوكس والفيلر وعمليات التجميل والنحت قد يصل السعر الناقل الفائزة إلى 80 مليون دولار في هذه الأثناء تقام في السعودية مهرجانات أهمها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في السعودية يحتوي كل الفعاليات التي ذكرتها لكن في الصياهد الجنوبية على بعد 140 كم شمال شرق الرياض هناك فعالية ترفيهية جديدة تحت عنوان القعود لك لو طرحته باختصار هي مصارعة الجمال جمال صغيرة قعود تختار اللجنة أو الكاميرا تختار متسابقين عاديين من الجمهور وهناك أربع قعاعد بالتالي يركضون في الحلبة وعلى المتسابق أن يمسك بالقعود ويطرحه أرضا فيأخذ هذا القعود كمكافأة يأكله يبيعه المسألة سهلة بالنسبة لي خبير كمربئ الجمال كالراعي سهلة جدا يمكنه أن يجلس قطيعا كاملا بإشارة واحدة منه لكن لنرى المتسابقين ها هو أولهم يتصدى للقعود من الأمام يركض يحاول من السنم إقعاده لم يفلح أمسك بالذيل أمسك بالذيل أقعده من الذيل أوه ثم الرقب ثم الرقب أخذه لنأتي إلى يبدو أنه بدأ من الذيل آه ويشد الذيل لا يفلح بالذيل لا لا يستطيع إجلاسه من الذيل فليجرب فليجرب بالقدم آه أخذه وأقعده بهذه الطريقة ومن الرقب تعالوا لنرى الثالث الذي رفع القلابية وقال لنفسه إنه قعود صغير وأنا لها انظروا إليه ماذا فعل هجم عليه القعود وركض وراءه آه رماه أرضا لم يستسلم قام بهجمة مضادة آه وأقعده بل أفلح أفلح وهاه يضحك فائزا الأخير قال لنفسه لن أقرب الذيل إنما سأبدأ بالساق بالساق يرفع الساق ثلاثة سيقان لا يستطيع الجمل أن يقف عليها فأقعده بسهولة وجلس عليه آه وقد أفلح به بأقل مجهود ممكن طبعا تعالوا لنقرأ بعض التعليقات التغريدات عن الموضوع الهجان يقول لك بداية موفقة بحول الله أضفت الحماس وتفاعل الجمهور هذا هو تراثنا وهذه المسابقة أفضل من مسابقة الثيران تمنيت أنها أفضل ترتيب لتعكس مدى اهتمامنا بها تغريدة أخرى من ابطيحان بن سديحان يقول جيبوا مفاريد اسمان وحبذا لو كانت مجاهيم عشان يستمتع الحضور إنه لا يأبه بالقعاعيد الصغار لأنها صغيرة الحجم ولا يجد في إقعادها متعة أما بالنسبة لسجات بدأوا يقول طرح ما في إبداع الطرح من عند السنام وهو يركض هذا الطرح الصحيح يريد أن يطرحه أرضا من عند السنام وليس من عند الذيل أو القدم على كف القدر نمشي تقول أنا أشوف أنها لا ترقى للمستوى خصوصا من ناحية الدينية وحقوق الحيوان لأنهم يطرحون القعدان بدون حاجة وربما في تعذيب للحيوان والله أعلم وجهة نظر فقط وجهة نظر مقبولة أما بالنسبة لآخر تغريدة فأتت من عبد الله يقول تركي آل الشيخ هذولي طال عمرك عاداتنا ونبي الأجانب يجون لهذولي ما نبي يجون يرقصون عندنا المهم القعاعد الآن أصبحت بحوزة من طرحوها وربما تحولت إلى مناسف لكن الصحافة تحدثت عن شاب اسمه سامي الشم رئت من حائل وقطع ستمائة كيلو متر للمشاركة في طرح القعود لكن الكاميرا لم تختره لسوء حظه للتسابق حظا أوفر يا شمري سنة قادمة